بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة أطلقت حكومة رأس الخيمة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة للعام 2023 الذي سيتولى مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات تنفيذه وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على همية مشروع التعداد العام لدوره الجوهري في وضع الخطط المستقبلية والاستراتيجية للعمل ومساهمته في ازدهار ونمو مختلف القطاعات الحيوية في رأس الخيمة بما يتماشى والتوجهات التنموية الشاملة لدولة الإمارات وأشار سموه إلى أن التعداد السكاني والبيانات الإحصائية أدى مهمة في مواكبة مسيرة الدولة للخمسين عاما المقبلة وفي تحقيق الرؤى والأهداف الطموحة للدولة وتعزيز تنافسيتها العالمية بجانب دورها في توفير معطيات دقيقة تمكن صناع القرار والجهات والمؤسسات والشركات من رسم السياسات على أسس علمية قوية